بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى يا رب العالمين أما بعد إخواني وأخواتي بادي أذيبد وحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم الأسبوعي بكل هدوء حديثي إليكم في هذه الحلقة عن موضوع يشغل بال الجميع وهو محط اهتمامهم ربما عانوا منه كثيرا وتأذوا منه كثيرا وربما يكون الأذى من أقرب قريب موضوعنا اليوم عن الحسد ووضعنا له هذا العنوان الحسد يأكل عافيتك وحسناتك هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها وأن نتواصل بها وأن نتحدث عنها بكل موضوعية وأن ندخل في أعماقها ونتكلم عن أنواعها وأسبابها وعن آثارها وطرق علاجها وطرق وأسباب الوقاية منها لماذا؟ لأن الموضوع الذي نتحدث عنه وهو الحسد داء دوي ومرض عضال مركوز في نفوسنا لا يكاد ينجو منه أحد كما قال أحد السلف ما خلى جسد من حسد فالكريم يخفيه واللئيم يبديه وهو دافع لكل شر وطريق لكل جريمة ومنكر الحسد أخواني وأخواتي هو أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض أما في السماء فحسدوا إبليس لأبينا آدم حسد أن الله عز وجل اصطفاه وأمر الملائكة بالسجود له فهنا لم يسجد إبليس كبرا وحسدا ومن هنا أخزاه الله عز وجل وأبعده وطرده من رحمته وأوجب له اللعنة إلى يوم الدين وأما في الأرض فحسدوا قابيل لأخيه هابيل ابني آدم كل واحد منهم قرب قربانا لرب العالمين كل واحد منهم تصدق بصدقة فرب العالمين قبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فحسد قابيل هابيل ليش رب العالمين يقبل منكم ويقبل مني لا ذنب له ولا علاقة له بهذا الأمر رب العالمين هو الذي اختار وهو الذي قدر هنا حسده وهذا الحسد دفعه إلى ارتكاب الجريمة وهي جريمة القتل وهي أول جريمة أول جريمة قتل كانت بين ابني آدم سببها وباعثها الحسد وليس عنا ببعيد حسدوا إخوة يوسف ليوسف وهو طفل صغير حسدوه على أي شيء إن والده يحب أكثر منهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة هذا الحسد اشتعل في أجوافهم واتقد في قلوبهم وحملهم على أن يأخذوا هذا الطفل الصغير وينتزعوه من أبيه ويلقوه في غيابة الجب التقطته السيارة وبيع بثمن بخص دراهم معدودة وغيب عن والده نحو من أربعين سنة والسبب في ذلك الحسد الحسد والحاسد معادل لنعمة الله على عباده الحاسد هذه حقيقته عدو لنعم الله و غير راض بأمر الله و نهيه و قضائه و قدره و قسمه بين عباده قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني هؤلاء حينما ذم اليهود قال هؤلاء يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني هؤلاء يعادون نعم الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تعادوا نعم الله فقيل له ومن يعاد نعم الله يعني من ذا الذي يتخذ نعم الله خصما وعدوا له فقال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وفي الأثر الحسود عدو نعمتي متسخط غير راض بقسمتي ألا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترضى لي ما وهب وهذه هي حقيقة الحسد أن الحاسد معترض على قسم الله بين عباده لأن الذي يقسم بين الناس المعايش والأرزاق هو رب العالمين نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولذلك نهى رب العالمين عن الحسد وذمه قال وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ يعني ما تتمنى أن الله عز وجل يزيل النعم التي أنعم بها على عباده حسدا وبغيا قال الضحاك وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ يعني لا يتمنى الرجل ما لا أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته ولكن ليقول اللهم ارزقني مثله ولذلك استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الحسد استجابة لأمر رب العالمين في سورة أنزلها في الاستعاذة قال وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ فهنا أمرنا رب العالمين أن نستعيد من شر الحسد ومن شر الحاسد وقت حسده ونلاحظ هنا أن رب العالمين قرن ما بين السحر والحسد لماذا؟ لأن هناك علاقة بينهما أولا أنهما من الكبائر كلاهما من كبائر الذنوب السحر من كبائر الذنوب والحسد من كبائر الذنوب والأمر الثاني أن كل منهما من وحي الشيطان وفعله وعمله والأمر الثالث أن كل منهما فيه أذى وضرر والأمر الرابع أن الحسد يدعو إلى السحر لأن الحسود تشتعل النار في جوفه لا تنطفئ إلا إذا زالت النعمة من الشخص الذي يبقضه والذي لا يحبه هذه آيات القرآن الكريم في التحذير من الحسد وذمه والنهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وبيّن أن الحسد مذموم وأنه شر لا يأتي بخير لا يجلب للشخص نفعا ولا يضر المحسود شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ فيه داء منتشر في الأمم السابقة الآن دب في أوساطكم وانتشر بينكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد هو البخضاء هذا هو داء الأمم الذي يفتت الأمم ويفرق بين الناس ويحمل الناس على أن يظلم بعضهم بعضا ويبقي بعضهم على بعض ويكره بعضهم بعضا قال وهي الحالقة يعني الحسد والبخضاء الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين يعني تذهب بالحسنات وتأكل أجور الطاعات لماذا؟ لأن الحسد يحمل صاحبه على سب المحسود وشتمه والافتراء عليه والتعرض له والإساء إليه ومحاولة أن يسيئ إليه عند جميع الناس ولذلك هذه هي الآفة المتعلقة بالحسد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الناس بخير ما لم يتحاسدوا أسأل الله عز وجل أن يسل لسخائم قلوبنا وأن يقين الشر الحسد والحساد إنه ولي ذلك والقادر عليه ونقف مع هذا التقرير ولنعوده لتتمة الموضوع بإذن الله لا يخلو مجتمع من حسد يزيد في مجتمع ويقل في آخر تلك النفوس صاحبة الأفق الضيق تنظر بعين الزوال لنعم الآخرين وهي تحمل في داخلها البغض والكراهية فينتشر بين الناس الحقدة والبغضاء والعداوة والشقاء ناسين أو متناسين أنها نعم الله يوزعها كيف ما شاء فتنزع البركة من ذلك للمجتمع الحاسد قد يصل الأمر لدى بعض النفوس التسخط على قدر الله عز وجل في تقسيم رزقه والاعتراض على حكمه ولما لهذه الصفة من شر ووباء على المجتمع جاءت الشريعة الإسلامية في التحذير منها ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا تزال المجتمعات بخير ما لم يتحاسدوا ويحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه إن الخاسر الأكبر في الحسد صاحبه يموت غيظا ولا ينال مراده وكما قيل لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه حتى قتله مرحبا بكم من جديد سنتحدث وإن شاء الله تعالى عن موضوع الحسد نبين أنواعه وأسبابه وطرق الوقاية منه وطرق علاجه لمن ابتلي بالحسد وهذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه بشيء من التفصيل لكن بعد هذا الفاصل وقبل أن نخرج إلى الفاصل أنوه على أننا بإذن الله تعالى سنستقبل اتصالاتكم ونجيب بإذن الله على أسئلتكم لا عليكم إلا التواصل معنا والاتصال عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة نستقبلها إن شاء الله ونجيب عليها مباشرة لكن طلبي أرجو من جميع الإخوة والأخوات أن تكون أسئلتهم متعلقة بموضوع حلقة اليوم عن الحسد وأسبابه وطرق علاجه وأساليب وأنماط الوقاية منه نطلع فاصل ونلتقيكم بإذن الله مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام أول ما نبدأ بالحديث عن أنواع الحسد الحسد ليس كله شر والحسد هي طبيعة بشرية كل إنسان منه مركوز في نفسه ومطبوع على الأثرة ويحب أن يستقل بالشيء يحب أن يكون عنده كل شيء يتمنى أن يحظى وينال كل شيء فهذا طبيعي إذا شاف شيء عند الناس وبيد الناس أرزاق أموال ولاية مناصب الشهادات أولاد يحب أن يكون عنده مثل ما عند الناس هل هذه المشاعر هي من الحسد المذموم اللي نهى عنا رب العالمين وحذر منه رسوله الأمين أم لا نقول أن الحسد على نوعين في حسد مذموم وهو الحسد الحقيقي وفي حسد محمود وهو الحسد المجازي الحسد المذموم هو أن ترى النعمة عند الناس تشوف الناس رب العالمين ميزهم بشيء خصهم برزق أعطاهم شهادات ومناصب وزوجات وأولاد وأموال وعلم وسمعة حسنة فأنت تحب ما عند الناس تحب أن الخير هذا اللي عند الناس أن يكون عندك واتمنى أن يزول هذا الخير عن الناس وينتقلوا إليك هذا الحسد المذموم أن تشوف واحد من أخوانك المسلمين جارك زميلك في العمل صاحبك شخص في محيط عملك رزق بشيء رزق مثلا بترقية أو بمنصب أو بمال أو بأي شيء من هذه الأمور اللي تميز فيها الناس إذا تمنيت أن رب العالمين يسلب مننا هذه النعمة وينقلها إليك هذا هو الحسد المذموم وهذا اللي حذر مننا رب العالمين واللي يعتبر اعتراض على قضاء الله وقدره وهو الذي ينزل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في قلب عبد إيمان وحسد يعني الإيمان بالقضاء والقدر والحسد ما يجتمعون لأنك أنت إذا حسدت يعني تمنيت أن الشيء هذا يرتفع عن أخيك المسلم أن تعترط على أمر الله وقضائه وقدره ولذلك نقول هذا هو الحسد المذموم وكل الآيات والأحاديث التي تكلمنا عنها قبل قليل إنما هي في هذا النوع من الحسد الحسد الحقيقي وهو أن تتمنى زوال النعمة عن الغير وأن تنتقل إليك أما النوع الثاني من الحسد فهو الحسد المجازي والذي يسمى الغبطة أن تتمنى ما عند الغير أن ينتقل إليك مع بقائه عندهم ما تمنى أن النعمة تزول منهم تحب لهم الخير وتحب أن الله عز وجل يزيدهم من فضله لكن تحب أن يكون عندك اللي عندهم وأن يصيبك الرزق الذي أصابهم هذه تسمى الغبطة وهذه من الأمور التي لا شيء فيها بل ربما يحمد الإنسان وعليها ويؤجر عليها ويثاب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني لا غبطة الحسد المحمود وليس المذموم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا يعني رزقه بمال فسلطه على هلكته في الحق يعني صرف هذا المال بما يرضي الله عز وجل ورجل آتاه الله الحكمة يعني يعطاه علما فهو يقضي بها ويعلمها يعمل بهذا العلم ويقضي به بالحق ويعلم الناس الخير هذان الأمران الغبطة فيهما والتنافس فيهما وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهذا الذي جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أقسام الناس في هذه الحياة قال إنما الناس في هذه الدنيا أربعة نفر لا خامس لهم قال رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه الله يتقي بهذا المال ربه ويصل به رحمه ويعلم مال الله عز وجل فيه من حق فهذا بأعلى المنازل علم ويعمل بعلمه ومال واسع ورزق واسع ويصل به رحمه ويصرفه فيما يرضي الله والثاني رجل آتاه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق في نيته يقول لو أن لي مالا لفعلت أو لعملت به بما يعمل به فلان يعني أصرفه فيما يرضي الله قال فهما سواء أجرهما سواء هذا الأول بأنه تبرع وتصدق بماله فله أجره والثاني بنيته ما أعطاه الله عز وجل المال لكنه تمنى قال لو أن عندي مالي فلان من مال لعملت به مثل ما عمل وكان صادقا في نيته قال فأجرهما سواء مع أنه لم يتصدق فعلا قال وعبد وهو الثالث آتاه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه الله لا يتقي بهذا المال ربه يصرفه فيما حرم الله يسرف في هذا المال يصرفه في ملذاته وشهواته ولا يتقي الله عز وجل فيه قال ولا يصل به رحمه ما يعطي أقاربه ما يبر والدينه ما يبر أرحامه ما يوسع على أهله من هذا المال قال وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًا قال فهذا بأخبث المناسل قال ورجل لم يرزقه الله لا مالا ولا علما يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان اللي هذا ما يتقي الله عز وجل في ماله ويصرفه في المحرمات ولا يصل به رحمه قال فوزره ما سواء وهذا يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر النية هذا فيما يتعلق بأنواع الحسد الحسد الحقيقي والحسد المجاز سينا أخذ هذه الاتصالات الأخ منصور السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام سيك العافية يا شيخنا حياك الله وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الجميل وعلى الثلسلة التوتر إياك يا مرحبا حياك الله يا أخ منصور شيخنا بتكلم في نقطة مهمة بعض الناس يضع الحسد تببا لجميع فشل فشل في الحياة أي شيء يصير له في الحياة سيء يقول أنا محسود أنا معيون أنا مصاب بالحسد وقد لا يكون مصاب بالحسد وهذا أندل يدل على مرض نفسي يصيب الحسد قبل المحسود يعني اللي يحسد الناس يصيبها مرض نفسي إنه في شك في ريبة حياتها لن ما تكون متزنة شخص العادي نعم فهل تتبين نقطة هذه أو ما هو جتاء الحسد والمحسود يعني هل لهم جزاء يوم القيامة هل لهم اسم يحملونه تسمع حسدهم تسمعي جواب إن شاء الله أم محمد السلام عليكم عليكم السلام يا تكلاف يا شيخ حيات الله يا مرحبا يا شيخ أنا حريصة على رقية أذكار الصباح والمساء نعم ومع هذا تجدني أخاف شوية من الحسد إذا أحد قط عليه كلمة أو شي هل يعتبر هذا قدح في إيماني وشونا تغلب عنه علمني يعني أني حريصة على أذكار الصباح والمساء بس تجدني إذا أحد ذكرني في شيء أو في أولادي أخاف حيل نعم من الحسد تسمعيني الجواب إن شاء الله الأخ منصور يعني والأخت محمد تقريبا سؤالهم متقارب ولعل الجواب عنها بالتفصيل سيأتينا إن شاء الله في أثناء هذه الحلقة لكن أجيب عنهما سريعا يمكن الأخ منصور أشار إلى موضوع العين ونحن تحدثنا عن العين فيما سبق بحلقة مستقلة يعني يعني لو رجع إليها يجد الجواب الشافي لكن هو صحيح بعض الناس يوسوس في العين ويبالق في الحسد ويكون هذا هاجسا في حياته كذلك الأخ تم محمد يعني تقول أنا أبدل الأسباب ومع هذا الخوف ما زال في قلبي أقول لو قلت الأسباب لو بذلت هذه الأسباب وقلت الأذكار مع التوكل على الله عز وجل ويكون هناك إيمان راسخ ويقين الشامخ بأن الله عز وجل هو الكافي وأن النافع والضار هو رب العالمين وأنكم فوضتم أمركم إلى الله لن يكون هناك مجال الوسوسة أو الخوف من أذى الخلق لكن إذا قيلت هذه الأذكار مع عدم تحقق التوكل وتجريد التوحيد لله عز وجل يكون هناك مداخل للشيطان على القلب ليحزن الذين آمنوا والإجابة على هذين السؤالين بالتفصيل إن شاء الله راح نعرض لهم أثناء هذه الحلقة أرجع إلى عناصر الموضوع أتحدث الآن عن أسباب الحسد ليش الناس يتحاسدون وهذا ربما يعد من أهم الأسئلة التحاسد ليش ليش أنت تحب ما تحب للناس الخير تحب أن النعمة اللي عند الناس تزول أن الخير اللي ينزل عندهم يرتفع أن الأرزاق ونعم الله وأفضل الله عن الناس هذه يتوقف ليش هذا يرجع إلى عدة أسباب السبب الأول بغض المحسود إذا شخص تكره أي فضيلة تذكر عنه أو منقبه تشكر تنقبض منها ويضيق بها صدرك لماذا؟ لأنك تبغض هذا الإنسان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحسد قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء لأنهما مقترنان في الغالب الذي يقود ويدعو إلى الحسد البغضاء شخص تكره تبغضه اتخذته عدوا فما تمنى له الخير واتمنى أن جميع نعم الله تنزع منه ولا شك أن هذا من الأخطاء الجسيمة كذلك من أسباب الحسد وأنا أذكر هذه الأسباب حتى نعرف شنه الأسباب أسباب هذا المرض العضال والداء الدوي كي نجتنب الحسد يعني هو المقصود من الحلقة كيف نجتنب الحسد نجتنبه إذا عرفنا أسبابه فنبتعد عن هذه الأسباب السبب الثاني أن يثقل عليك تقدم غيرك عليك وأن يتميز عليك بشيء بدراسة بتجارة بمهارة بأي شيء من أمور الدنيا أو حتى أمور الدين فبعض الناس لا يحب أن يتفوق أحد عليه ويثقل على نفسه ويضيق صدره بذلك هذا من أسباب الحسد كذلك وهذا ربما شيء جبلي وطبع في الإنسان خبث النفس وسوء طويتها و ما تحب الفضاء للناس بخيلة بالخيرات على الناس وهذا من الشح الذي طبعت عليه النفس ويقول رب العالمين ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح قال إياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالبغضاء فأبغضوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ولذلك يقول أبو الهياج الأسد كنت يوما أطوف بالبيت فرأيت شيخا كبيرا يطوف بالبيت وهو يردد ربي قني شح نفسي ربي قني شح نفسي فقلت من هذا؟ فقالوا عبد الرحمن بن عوف فأتيته فذكرت ذلك له قلت لماذا تدعو بهذا الدعاء؟ قال فإني إذا وقيت شح نفسي وقيت الشر كله وقيت السرقة والخيانة والظلم والحسد ولذلك التعرف على هذه الأسباب من أعظم ما يعين الإنسان على الابتعاد عن الحسد واجتنابه والابتعاد عن جميع آثاره كذلك من القضايا التي أحب أن أشير إليها فيما يتعلق بالحسد طرق التخلص من الحسد يعني مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة الحسد طبيعة في الإنسان شي مركوز فيه من طبع الإنسان أن يكون حسودا هذا طبع فيه ومأمور كما أنه مطبوع على الظلم الإنسان مطبوع على الظلم قال والظلم منشي من نفوسي فإن تجد ذاعفة فلعلة لا يظلمه فهذا الحسد من طبيعة النفس البشرية وواجب على كل إنسان أن يصلح نفسه وأن يزكي نفسه وأن يهذبها وأن يجتهد في أن يقي نفسه شحها أن لا تكون شحيحة وأن لا تكون حسودة وأن لا تكون أنانية كيف ذلك أولا بأن يتذكر الإنسان شؤم الحسد وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة وأنه ينقص إيمانه ويذهب بحسناته وجميع الآيات والأحاديث السابقة يستدعيها في ذاكرته ويستحذرها في قلبه ويعلم أن هذا مما نهى الله عز وجل منه وحذر منه رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام كذلك أن يستقر في نفس كل واحد مننا أن الحسد لا يجلب لك خيرا لا بد أن تتيقن من هذا الشيء أن الحسد لا يجلب لك خيرا ولا يحقق لك نفعا ولا يضر المحسود شيئا بل أنت المتضرر يأكل عافيتك وينكد حياتك وينقص عيشك ويجلب لك الهم والغم والانقباض وضيق الصدر وتتلف أعصابك ويحترق قلبك لأنك لم تربي نفسك ولم تروضها على عدم الحسد ولذلك يقول أحد الشعراء إني لأرحم حاسدية لحرم ضمت صدورهم من الأوغار نظر صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في ناري ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد يعني ما شفت ظالم وهو مظلوم في نفس الوقت ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد إلا الحاسد ليش؟ قال نفس دائم وهم لازم وقلب هائم وقال ابن المعتز لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله يقول الأصمعي رحمة الله عليه لقيت أعرابي فقلت له ما أطول عمرك شافه يعني عمرة وطاعن في السن وهو في عافيته قال ما أطول عمرك قال تركت الحسد فبقيت يعني الذي أطال عمري وكان سببا من أسباب طول العمر أني تركت الحسد ما أحسد الناس وما أنتبه للأرزاق اللي عندهم ولا أشوف اللي في أيديهم مقتنع بما قسم الله عز وجل لي وهذا يعد من أهم أسباب التي تقل إنسان من الحسد أن يكون عنده رضا وقناعة أن يرضى بما قسم الله عز وجل له كما قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته ما يمد عينه للآخرين شنو عندهم لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولذلك في أمور الدنيا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننظر إلى من هم فوقنا في أمور الدنيا يعني في أمور الدنيا لا تشوف اللي أعلى منك اللي أوسع منك في البيت وأعلى منك في المنصب وأكثر منك مالا وأكثر منك أولادا وأكبر منك جاها لا ولكن انظر إلى من هو دونك لماذا؟ قال كي لا تزدروا نعم الله عليكم لأنك إذا شفت اللي فوقك وشفت الأرزاق اللي عندهم زهدت ولم تقنع بالوضع والحال الذي أنت فيه وكلما نظرت إلى من هو فوقك لن تصل إلى حد لكن إذا ربيت نفسك على القناعة فهنا تنتصر على نفسك وتروض نفسك وتزكيها وتدربها على القناعة والقناعة هي التي ترب الإنسان على ترك الحسد واجتنابه مما يعينك على الابتعاد واجتناب الحسد هو أن تعلم في قرارة نفسك وأن تتيقن من أن الحسد سبب في الحط من مكانتك والتنقيص من قدرك وسبب في صدود الناس عنك لأن الناس لا تحب الحسود الناس لا يحبون الذي يحسد الناس الذي لا يحب للناس الخير الذي يتمنى أن الناس لا يجيهم رزق وما يوسع الله عز وجل عليهم في العطية هذا لا يحبونه فأنت إذا وقر في نفسك أن الناس ستنفر منك إذا كنت حاسدا هذا مما يعينك على الابتعاد عن الحسد واجتنابه هذه بعض الطرق والأساليب التي تعينك على التخلص من الحسد وشره بقي لنا أن نتحدث عن الطرق التي تحفظك من الحسد ومن شر الحساد نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير فاصل ونواصل فابقوا معنا مرحبا بكم جديد أقول للمحسود لا تحزن لا تحزن إذا كثرة حسادك لأن كثرة الحساد تليل على شرفك وعلو مرتبتك ومكانتك ثق تماما لو كنت مغمورا منطويا على نفسك لم يلتفت إليك أحد ولن تجد لك حاسدا لكن إذا فرست بين الناس وتميزت بشيء وتفوقت سيكثر حسادك لماذا لأن نعم الله عز وجل تجلب لك الأعداء كلما كثرت نعم الله عز وجل عليك كثرة أعداءك ولذلك يقول الأول تلقى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبقيا إنه لدميم فلا تحزن إذا كثرة حسادك وكثرة أعداءك وبدأوا بتشويه سمعتك والإساء إليك وشتمك والتعليق على كل لفظة وعلى كل همسة وعلى كل كلمة تتفوه بها أو كل موقف يفسر بالتفسيرات السلبية وبالضنون البعيدة هذا طبيعي وكما ذكرت أن هذا دليل على شرفك وعلو مرتبتك كذلك قد يكون حسد الحساد لك وكلامهم فيك سبب لإظهار بعض الأشياء التي تعد من مناقبك ومن محاسنك كما قال الأول وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي يعني بعض الناس الحسدة يتكلمون في أشياء هي فضائل بالنسب لك يبحثون عنها وينقبون ويفتشون فيثيرونها ظنا منهم أنهم يسوئون إليك وما علموا أنهم ينشرون فضائلك ومناقبك ومحاسنك بين الناس وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لو لا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب وعرف العودي هذه همسة في أذن المحسود وأقول لجميع الإخوة والأخوات لأننا جميعا عرضان لحسد الحساد وأذاهم وإذا تكلمنا عن الحساد هي مشاعر يعني مشاعر في وجدان الحساد لكن هذه المشاعر تتطور إلى أذى وإلى ظلم وإلى الحرص على الإضرار بكم إما بالكلام أو بالفعل أو بالتصرفات أيا كانت هذا اللي نسميه العدوان والأذى ولذلك نقول كيف نتخلص من أذى وهذا أهم سؤال في هذه الحلقة كيف نتخلص من أذى الحساد كيف أقي نفسي وأحفظ نفسي وأحفظ أسرتي وأولادي من أذى الحساد أولا وهذا هو الذي أرشدنا إليه رب العالمين أن نتعوذ بالله من شرهم قال قل أعوذ برب الفلق في آخرها ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد رب العالمين أمرنا بالاستعاذ به من شر الحاسد إذا حسد لأنه شر ويريد أن يوقع بين الشر والأذى والضرر فأمرنا بالاستعاذ به شنو معنى أستعيد بالله أستعيد بالله معنى ألجأ إلى الله وألوذ إليه وأعتصم به وأسأله أن يكفيني شر هؤلاء الحساد فهذا إذا قلت الاستعاذ بإيمان وحضور قلب ويقين لا شك أن الله عز وجل سيصرف عني الأذى ويكف عني شر الحساد إذا حسدوا كذلك مما يصرف عني أذى الحساد تقوى الله وحفظه حفظ أمره ونهيه أن أتقي الله عز وجل كما قال رب العالمين ومن يتق الله فهو حسبه أنت إذا اتقيت الله يعني إذا خفت من الله وعظمت الله وعظمت حدود الله ووقفت عند حدود الله وكان رب العالمين أعظم الناظرين في عينيك وهنا سيحفظك الله ويكفيك قال ومن يتق الله فهو حسبه فشنو معنى حسبه يعني كافيه إذا كان الله عز وجل كافيك في أحد يقدر يأذيك قطعا له كذلك إذا حفظت أمر الله ونهيه يعني إذا استقمت على أمر الله فأتمرت بما أمرك الله عز وجل به وانتهيت عما نهاك الله عز وجل عنه سيحفظك الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى ابن عباس قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ناخذ الأخت أمهيثم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يعطيك العافية إن شاء الله حياة الله الله يسلم عمرك شيخ أنا لما أشوف يعني شيء بالمثل أشوف بيت حلو أو شيء حلو أو شيء زين يعني شيء حلو زين أقول لا إله إلا الله ما شاء الله عليكم الله يتمم عليكم إن شاء الله مبروك عليكم البيت بس الله اللي أعطاكم لا ينسى لنا أنا أقولها شك شيخ يعني هذا عدل ولا مو عدل لا عدل أنا عند بروحي يعني شيء خطأ أقول حق الناس لا هذا عدل هذا عدل يا أمهيثم وهذا من الأسباب اللي نحب نشير إليها نعم اللي تفضلت فيه الأخت أمهيثم نعم أن الإنسان إذا شاف شيء يعجبه نعم إنه يدعو للناس بالخير يقول الله يبارك لهم ما شاء الله لا قوة إلا بله الله يزيدهم الله يوسع عليهم الله يتفضل عليهم يعني أزكي نفسي أطرد عنها الحسد وقل يا رب أنك ترزقني مثلهم وأحسن وعطائك واسع وكرمك واسع وثقتنا بك كبيرة هذا مما يعين الإنسان على ويقيه من الحسد وأيضا اللي يجلب له الخير أنه يعني ما حسد الناس ولذلك قال ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تفضلوا سلام عليكم أم جوريس سلام عليكم أخوي بغيت أقول على فاركة الحسد نعم يعني هلايان فعلا فجل واحد قام خاف يعني حتى الأشياء ساعات اللي فيها زينة نخاف نتكلم فيها مثل في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال استعينوا على قباء حوائجكم بالكثمان نعم لأن كل بنعمة محسود نعم يعني في ناس فعلا في ناس ما تتكربهم هذا صحيح ما يدرون أن هذه أصلا الصلاة الزمو مو يعني يتيب لهم والله لحسن صحيح تسمعين التعليق إن شاء الله الأخت نادية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام مرحبا يا شيخ حياة الله أنا عندي مشكلة أن كل سنة أجري عملية نعم ومشكلة تعبانة واليوم نسوي عملية وأنا حاليا بمستشفى نعم وأنا عاني من الحسد بالصراحة اي نعم يعني شلو اللي تنصحني فيني أسوي تسمعين الجواب إن شاء الله تسمعين الجواب أختنا دي الأخت أمجوري أشارت إلى أحد الأسباب اللي كنانا بنتكلم عنها التي تقل إنسان من شر الحسد وهي ستر المحاسن ستر المحاسن بعض الناس يتكلم في كل شي وينشر كل شي وحتى يتكلم بالأشياء اللي تفضل الله عز وجل عليه فيها ورزق الله عز وجل لهم والأشياء اللي ادخلت عليهم يتكلمها حتى عند الناس اللي يعرف إنهم يحسدون وما يحبون الخير للناس هذا لا شك أنه من الخطأ ومن تعريض النفس للتهلكة النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود فأنت إذا تبي تحقق مقصدك لا تتكلم فيه وإذا تفضل الله عز وجل عليك بنعمة وبرزق وبرعاطية لا تتكلم فيها إلا عند الناصح إلا عند الناس اللي تحبك الناس اللي تودك حتى الرؤية إذا شفت وهي رؤية يعني منام شفت لك رؤية جميلة ومبشرة وحسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدث بها إلا محب لا تحدث بها إلا واد يعني شخص يحبك ويودك ليش؟ لأنها فيها بشارة لك والبشارة يفرح فيها الشخص اللي يحبك اللي ما يحبك ما يفرح فيها ويؤذيك ويحسدك وربما حركت هذه الأحقاد أكثر كما كانت وصية نبي الله يعقوب ليوسف لما قص عليه الرؤية قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين لما رأى يعقوب أن هذه الرؤية فيها تنبيه على شرف يوسف وأنه سيتفوق على جميع إخوته ويكون الأبرز والكل سيخضع له وينقاذ لأمره قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لماذا؟ قال فيكيدوا لك كيدا إذا حدثتم بالكلام هذا راح يحرك الحسد في قلوبهم وراح يكيدوا لك لماذا؟ قال إن الشيطان للإنسان عدوه مبين وهذا الكتمان كتمان ما يتفضل الله عز وجل به علينا من أرزاق وعطايا وغيرها لا تعارض بينها وبين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث نعم تحدث بنعمة الله عليك عند من يحبك وعند الناس الذين لا تتهمهم بالحسد والحقد والكراهية والإصابة بالعين أما من تتهمهم بذلك فهنا استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود أما الأخت نادية نسأل الله عز وجل أن يعافيها أنصحها بالأوراد النبوية وأن تحرص على التعويذ الشرعية وأذكار الصباح والمساء وأيضا بعض الأذكار التي تحدثت عنها بالتفصيل في الحلقة التي كانت خاصة بالعين نرجع إلى الأسباب الواقية من الحسد تكلمنا عن الاستعادة بالله من شر الحاسد وتكلمنا أيضا عن تقوى الله وحفظه وأيضا التوكل على الله التوكل على الله أن نثق بالله غاية الوثوق أنه هو النافع والضار وأن نفوض أمرنا إلى الله نبذل أسباب أسباب الحفظ ونثق بالله أنه هو الكافي وهو الوكيل وهو الحافظ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا توكلت على الله حق التوكل كفاك ولو كادك من في الأرض جميعا فإنه لن يضرك شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكِ كذلك من الأسباب الواقية من الحسد الصبر على الحسد أنك تصبر عليه وما تفتك من أذى وشر الحسد بمثل الصبر عليه لا تلتفت له ولا تشكوه ولا تفكر فيه اصبر عليه يتكلم فيك يحاول أن يؤذيك تجاهل كل إساءاته تجاهل جميع كلامه فترات ثم بعد ذلك ينقطع اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله كذلك من الأشياء التي تعين على الوقاية من الحسد والحفظ منه الصدقة والإحسان ما أمكن اجتهد بالصدقة أكثر من الصدقة والإحسان فإن المحسن لا يكاد يصاب بالأذى وشر الحسد والحساد كذلك أطفئ نار الحاسد بالإحسان إليه هذه صحيح أنها صعبة على النفس وثقيلة على النفس لكن عاقبتها عظيمة لكن عاقبتها عظيمة قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ما النتيجة؟ قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني إذا أحد أساء إليك قابل إساءته بالإحسان أحسن إليه هو يسيء إليك وأنت تحسن إليه هو يقطعك وأنت تصله هو يتكلم بك فيك بالكلام السيء وأنت لا تذكره إلا بالكلام الحسن هذا سيقلبه يقلب يحول هذا العدو إلى ولي وليس أي ولي وإنما ولي الحميم لكن هذه من يطيقها وهذه المرتبة من ينالها قال وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وهذه المرتبة والمنزلة تبوأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعامل حساده وتعلمون أن حساده من كبراء قريش وساداتهم ومن المنافقين ومن اليهود عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النهج وهذا الأسلوب إلى آخر يوم من حياته قال وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا تحتاج إلى صبر وإلى تحمد وإلى قدر على التحمل وسعة بال وحلم وإقضاء قال وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ كذلك من الأسباب المعينة التي تقل إنسان من الحسد عدم الاشتقال بالتفكير بالحاسد لا تفكر فيه ولا تهتم ولا تكترث الأمر ولا تجعله قضية بالنسبة لك وهذا من أنفع الأدوية إذا تبتفكر فيهم راح تتعب إذا تبتفكر باللي يحسدونك واللي يكيدونك واللي يتأمرون راح تتعب لكن تجاهلهم ودعهم يقولون ما يشاءون ويتكلمون بما يريدون وأنت بحمد الله قادر على أن تنتصر لنفسك لكنك لا تريد أن تدخل وتضيع وقتك بهذه المعارك الجانبية التي لا قيمة لها وهذا مما يعين الإنسان على الابتعاد وعلى الوقاية من الحسد كذلك من الأشياء التي تعيننا على اجتناب الحسد تجريد التوحيد إلى الله فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يعني هذه لا بد أن تكون عقيدة عقيدة في قلوبنا أن الضر بأمر الله وقدره والخير بأمر الله وقدره وإذا مسنا الضر فهو من عند الله فإذا اعتقدنا أن النافع هو الله وأن الضر هو الله لا شك أن هذا إذا تجرد هذا المعنى في قلوبنا سيجعل هؤلاء الحساد يصغرون في عيوننا لماذا؟ لأنهم لا يملكون من الأمر شيئا كذلك من الأشياء التي تعين على التخلص والوقاية من الحسد الإقبال على الله والإخلاص له سبحانه وتعالى أن نقبل على الله عز وجل وأن نصمد له وأن نلجأ إليه وأن ندعو الله عز وجل أن يسلل سخاء مقلوبنا وأن يصرف عنا الأذى وأن نجتهد بهذا الدعاء وأن نحرص على أذكار الصباح والمساء لأنها الحصن الحصينة الذي لا يطيقه يأجوج ومأجوج إذا تترسنا وتحصننا بأذكار الصباح والمساء وبالعوذ الشرعية والأوراد النبوية والأذكار التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا شك أن هذه من أعظم الأسباب الوقائية وكلامنا كله عن أساليب وأسباب الوقاية من الحسد أما إذا ابتلينا بالحسد وأصبنا بالحسد فكيف نعالج أنفسنا تحدثنا عن هذا في حلقة مستقلة تكلمنا عنه في حلقة مستقلة عن العين إذا أصيب الإنسان بالعين الحاسدة وتأذى منها كيف يعالج نفسه ذكرنا الطريقين الطريق الأول إذا عرفنا من هو الحاسد أن نأخذ منه غسله ثم نقتسل به أو فضلة مائه فنقتسل به ويذهب الله عز وجل عننا بذلك الأذى إذا ما عرفنا من الحاسد فإن نحرصه على الرقية الشرعية والرقية بإذن الله سأتحدث عنها بحلقة مستقلة الحديث ذو شجون وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذه القضايا وغيرها في حلقات مقبلة انتهى وقت البرنامج ألتقيكم في الأسبوع المقبل إذا إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر